في قلب الجبل يبدو تزويفا مريبا يعود عمره إلى ألاف السنين وطالما تم اعتباره كهفا عاديا بينما هو في حقيقته أحد الفوهات الناتجة عن براكين قديمة وهو واحد من أخطر براكين العالم الخامدة التي سيكون ثورانها نهاية للعالم تعرف أبناء الجزيرة العربية سنين على تسميته ماكر الشيهين وكان الدخول إليه ضربا من الخيال ارتباطا بالقصص العجيبة المرتبطة بمثل تلك المواقع الغامضة في قلب الصحراء القاحلة وقد ظل ماكر الشيهين فترة من الزمن لغزا حير جميع من اقتربوا منها فكيف تكون وإلى أين تنتهي تجاويفه ذات اللون المغير للون الصحراء وهل يضمن من يدخله أن يخرج حيا؟ أسئلة توالت وشكلت تحديا أمام الجهات المعلية حتى قرر مجموعة من الباحثين دخول ذلك الكهف العجيب بعد توفير الإجراءات الاحترازية والأمنية اللازمة لضمان سلامتهم وتبين أن ماكر الشيهين واحدا من أغرب الكهوف البركانية في الجزيرة العربية وأنه الكهف البركاني الأشد رعبا لداخله حيث تتعدد داخله الكهوف الفرعية التي ترتكز على صخور سوداء تؤكد أنها أنفاس براكين قديمة وبعد وقوع زلازل تركيا وسوريا سادت حالة قلق في دول الشرق الأوسط بعد التقارير التي تناولت ارتباط الزلازل بالبراكين فيما بث الإعلام السعودي تقارير مفادها أن بلاد الحرمين الشريفين آمنة وكان أبرز تلك التقارير تقييمات علمية أصدرها رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للجيلوجيين السعوديين والذي شدد مرارا على أن السعودية آمنة من أية براكين وبرغم تلك التأكيدات المتتالية التي رجحت مأمونية السعودية جغرافيا من وقوع زلازل والبراكين إلا أن اقتراب مثل تلك الكهوف البركانية المنشأ من محافظة عدن اليمنية يمثل مصدر قلق متنامن ذلك البركان الخامد الذي تم تصنيفه باعتباره أخضر براكين العالم جغرافيا يقع كهف ماكر الشيهين في منطقة بني رشيد والتي تصنف واحدة من أكبر الحقول البركانية في السعودية وبذات المنطقة أربعمائة فوها بركانية وبها أيضا العديد من الممرات الكبيرة تحت سطح الأرض قرابة الثلاثة ألاف متر هي طول كهف ماكر الشيهين وفق الحسابات التقديرية وتبدو صخوره البركانية مطرزة على نحو عجيب وتتزايد المخوف بشأنه من اكتشاف صخور وطفح بركاني عجيب داخله فضلا عن بقايا كائنات حية أي أن تلك المنطقة كان بها ذات يوم أحياء لكن حتى الآن لم يعرف بعد ما إذا كان ذلك الكهف البركاني بأسراره العجيبة تسبب فعلا في إنهاء حياة البشر بما يبرر المخوف المحيطة به وتظهر في أعلى ثقوب صغيرة للغاية تتسرب منها المياه في تلك المنطقة الجبلية الصعبة ولا زال ماكر الشيهين واحدا من أشد الغاز الصحراء الصعودي عجبا بينما يتطلب مزيدا من البحث للوقوف على أسراره التي لم تعرف بأكملها حتى الآن اشتركوا في القناة